الملح الإنجليزية جاية أساسا من سلط الملح فكان فعلا والعرب عندهم عيشوا ملح دي مهمة قوي جزء من العهد طبعا في العهد القديم فإذا لما بيتكلم يعني خلاص وصلت لوضع بقول إذا صار الملح بلا ملوحة إيش بيقصد؟ يعني أطبق على مؤمن في العهد القديم اللي هو لوط بالحقيقة يعني كان مفروض لوط أنه يبقى مختلف عن أهل البلد وهو فعلا كان مختلف لكن ما كانش ليه طعم واضح كان ملح بلا ملوحة وعشان كده بكل أسف ما نلاقيش لوط كان نافع في أي حاجة رغم أنه باروة مؤمن وحفظ لكن خلص كما بنار زي ما بيقول لنا في كورينتوس الأولى ثلاثة فمؤمن فقد تأثيره على المحيطين به المؤمن ملح أنتم ملح الأرض إذا فقدت تأثيري على الوسط المحيط بمعنى أني ما عدت أوقف سرايان واستشراء الفساد فأنا صرت ملح بلا ملوحة ولا أصلح لشيء موسيقى